تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تطوير منطقة مثلث مسبير وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع وفي مستهل جولته التفقدية أكد مدبولي أن منطقة مثلث مسبير من المشروعات المميزة التي حرست الدولة على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة وذلك لتوفير سكن ملائم للمواطنين ليصبح مشروعا حضريا متكاملا على أعلى المستويات وأوضح مدبولي أن الدولة أوفت بوعودها بتطوير هذه المنطقة دون إلحاق أي ضرر لسكنيها وأشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة في التنفيذ وبأعلى جودة مع سرعة إنهاء أعمال تشطيبات أبراج السكن البديل بالمشروع لإعادة تسكين المواطنين بها قريبا وذلك وفقا للتكلفات الرئاسية في هذا الشأن اشتركوا في القناة